رغم انتهاء رحلة المغرب نحو المباراة النهائية في كأس العالم ليزال لدى أصودي الأطلس ما يسعون إليه في المونديال قبل حزم الحقائب والعودة إلى الديار وهم سيلعبون السابت أمام كرواتيا لانتزاع الميدالية البرونزية التي لم يحصل عليها أي فريق إفريقي أو عربي على مر التاريخ وليست خافية على أحد العلاقة الرائعة التي تجمع نجم المغربي أشرف حكيمي مع الفرنسي كيليان بابي وكان اللقاء في نصف نهائي كأس العالم فرصة للتعرف أكثر على مشاعرهما تجاه بعضهما البعض لدى خسارة أحدهما وعلى الأرجنطين التي تتواجه فرنسا في النهائي الأحد لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع يتقدم المنتخب الأرجنطيني حتى المباراة النهائية بعد خسارته المدوية أمام نظيره السعودي لكن منتخب التانجو بقيادة أسطورته الراحل ديغو مارادونا مر بالسقط نفسها وتخطاها ووصل لنهائي مونديال 1990 ويبقى القائد ليونال ميسي محطة نظار الجميع حتى ممن سبقه إلى المنصب نفسه فقد أبدأ خرخي بروتشاغا الذي دخل تاريخ بلاده عام 1986 خلال قيادته الأرجنطين للفوز بلقبها العالمي الثاني إعجابه الكبير بالقائد الحالي ليونال ميسي الساعي وراء الكأس ترجمة نانسي قنقر